السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتلخص بطريقة سهلة فنبدأ الفصل الاول الكيمياء والقياس القياس اللي حضر معايا الحلقة بتاعة القياس في الفيزياء شبيه في التعريف ولكن فيه استخدامات هنا في الكيمياء مختلفة طبعا علم الكيمياء ما المقصود بعلم الكيمياء علم يختص بدراسة المادة وتركبها وخوصها والتغيرات التي تحدث لها مشكلة وبس وتفاعل المواد مع بعضها ثاني مختص بدراسة المادة نشوف تركيب المادة ايه تتكون من عدة جزيئات الجزيئات تتكون من عدة الزرات اذا الزرة يقول الوحدة البنائية لتركيب المادة تركبها الخوص بتاع المادة والتغيرات التي تحدث لها وتفاعل المواد مع بعضها وده علم الكيمياء الكيمياء وعلوم الحياة هل الكيمياء مهمة في حياتنا طبعا الكيمياء دخلة في كل حاجة يعني موجودة حتى في الاساس العلمي للكائنات الحية الاساس الكيميائي في خدايا الكائنات الحية او الحصة في البيولوجي او الاحياء في قلسنا اذا الكيمياء مشتركة مشتركة في اشتراك بينها وبين الحياة كلها كل مواد الحياة مشترك فيها علم الكيمياء فبيقول لي علاقة الكيمياء بالبيولوجي هو بيعرف من الاول البيولوجي هو ايه طبعا الاحياء علم يختصر دراسة الكائنات الايه الحية وبذلك اسم هذا العلم البيولوجي يبقى العلاقة بين الكيمياء والبيولوجي يقوم علم الكيمياء الحيوية بدراسة العمليات التي تتم داخل الكائنات الحية مثل الهضم والامتصاص والتنفس وعملية البناء الضوء يبقى العلاقة بين الكيمياء والبيولوجي علاقة وثيقة علم الكيمياء الحيوية يقوم بدراسة العمليات التي تتم داخل جسم الكائنات الحية ومن ضمنها الانسان زي الهضم والتنفس وعملية البناء الضوء زي اللي يدخل كلها الطب ان شاء الله والف مغروق لابنائنا وبناتنا والناس اللي جابت مجميع حلوة ومرتفعة ان شاء الله اللي يدخل طب بإذن الله بيدرس بايو كيميستري كيمياء حيوية علم مهم جدا جدا في كلية الطب الفيزياء علم يختص بدراسة المادة بدراسة المادة والطاقة والظواهر الطبعية فيزياء ما العلاقة بين الكيمياء والفيزياء يقوم الكيميائيون بدراسة تركيب المادة دي بتسهل للفيزيائيين يعرفهم الخواص بتاع المادة عن طريق التركيب يقوم الكيميائيون بدراسة تركيب المادة وخواصها مما يسهل على الفيزيائيين دراستهم لإيه للمادة نركز كده في المواضيع اللي بنقولها يقولنا علاقة البيولوجي مع الكيمياء يعني علاقة الكيمياء مع الأحياء علاقة الفيزياء مع الأحياء الكيمياء مع الفيزياء الكيمياء والطب والسيدلة طبعا الكيمياء لها دور كبير في اكتشافات في الطب وفي السيدلة والأدوية تفسر الكيمياء كيفية عمل الهرمونات دي في الطب الهرمون الكيمياء اللي وضحته والتركيب بتاعه والإنزيمات في جسم الإنسان كما يقوم الكيميائيون بتحضير الأدوية واستخلصها من مصادرها الطبيعية كيفية الكيمياء لها دور في الطب والإيه والصيدلة الكيمياء والزراعة هل الكيمياء والزراعة في علاقة بينهم يمكن تحديد السماد المناسب للتربة الزراعية عن طريق التحليل الكيميائي للتربة كما تستخدم المواد الكيميائية في تحضير المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية يبقى في علاقة ما بين الكيمياء والزراع خاصة في السماد تحديد السماد بنسب معينة للتربة الزراعية كما تستخدم المواد الكيميائية في تحضير المبيدات الحشرية المستخدمة في القضاء على الآفات اللي هي الأمراض اللي اللي تيجي للنباتات في الزراع الكيمياء والمستقبل هل الكيمياء لها علاقة بالمستقبل التي طورت أو طورت مجالات عديدة في الهندس والطب والاتصالات والبيئة النانو اللي هي الكيميات الضئيلة جدا الصغيرة جدا 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 وده طبعا ان شاء الله هنشوفها في الفيزياء نبدأ بالقياس القياس قلنا مشارك في الكيميا في الأحياء الكيميا والفيزياء وتقريبا متشابه في التعريف عملية مقارنة كمية مجهولة من نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية طب مكررين ليه لان دي لها شغلة تاني في الكيميا اهمية القياس نشوفها ترجع اهمية القياس الى من خلال القياس يمكن تحديد نوع وتركيز عناصر المادة تاني من خلال القياس يمكن تحديد نوع وتركيز عناصر للمادة الجدول اللي قدام في عندي إزازتين إزازة الزجاجة الاولى والزجاجة الثانية الزجاجة الاولى فيها عناصر ومكتوبة والزجاجة التانية فيها نفس العناصر ولكن الزجاجة الاولى فيها ارقام وكل عنصر الزجاجة التانية فيها عناصر ايه او النسب ايه مختلفة فطبعا بيقول لأي من الزجاجتين افضل لشخص يتبع نظام غذائي قليل الملح معروف ان الملح متعلق بكلوريد السوديوم كلوريد السوديوم نبص الكلوريد السوديوم كده في الزجاجة الاولى كميته قد ايه في كميته في الزجاجة الاولى صغيرة كميته في الزجاجة التانية كبيرة جدا اذا اللي يبقى تبع نظام غذائي قليل الملح بنستخدم الزجاجة الاولى يبقى دي اهمية القياس طيب اذا كان الاستهلاك اليومي لشخص واحد ونص لتر ماء من الزجاجة التانية يعني بستخدم لتر ونص الزجاجة لتر فأنا بستخدم إزازة ونص فما كتلة الكلسم التي يحصل عليها يوميا الكلسم عندي 70 يبقى لتر ونص نص السبعين كام 35 يبقى كمية الكلسم اللي أنا بأخدها في اليوم 130 زي 35 105 من خلال التحليق الطبية يمكن أنا تحديد المرض ومعرفة الألاج المناسب له طبعا بنعمل تحليل دم في النسب وبنعمل رينج بين قوسين كده للنورمل كذا إذن الرقم اللي طلق لي يا ترى طبيعي ولا لا يعني نورمل السكر مثلا من 70 ل110 أو 120 طبعا حملت تحليل لشخص أو لزكرة أو أنسة والإيد تحليل السكر 250 إذن مرتفع لقية السكر 60 إذن مستوى منخفض جدا لأن في رينج عاملينه النورمل بين قوسين يبقى دي أهمية القياس في حياتنا بصفة عامة يبقى أهمية القياس ثلاث حاجات رقم واحد رقم واحد معرفة معرفة الاستهلاج أو اتباع نظام غزائي معين يبقى من خلال القياس رقم واحد يمكن تحديد نوع وتركيز عناصر للمادة نركز كده تاني كده يبقى أهمية القياس في الكامية لنفكر فيها كده كويس والجدول ده بيوضح لنا هذا الموضوع يبقى رقم واحد فيه أهمية القياس تحديد نوع وتركيز عناصر الماد طب نمرة اتنين من خلال القياسات يمكننا تحديد المعايير العالمية لصلاحية مياه الشرب صلاحية مياه الشرب يبقى الوقت فيه هنا أرقام معينة بتتكتب على الإزازة اللي بتجيلنا فيها مياه فطبعا ممكن نهايشوف عن طريق التحليل وممكن نمسك المياه ونعمل لها تحليل نشوف المعايير اللي وزارة الصحة أيلها ومحددها هي مصبوطة في المياه ولا لا طبعا المفروض الكلام ده يتعمل يعني على الأقل كل شهران ثلاثة ولكن الواقع خلاف ذلك أنظمة القياس ووحداته طبعا أنظمة القياس والوحدات بتاعته مشتركة عندنا في الكيميا والفيزي عند الطول أو المسافة بالمتر الزمن بالثانية درجة الحرارة بالكلفن وأن الكلفن زيادة عن درجة حرارتنا 273 يعني بضيف 273 على الدرجة الطبعية بتاعتي خلاص يبقى في الحالة دهية ناخد بالنا من الفرقات شدة الإضاءة شدة الإضاءة CD شمع الكتلة بالكيلو جرام شدة الطيار بالأمبير كمية المادة بالمول كمية الكهرباء بالإيه بالكولوم يبادية أنظمة القياس والوحدات من الوحدات المستخدمة أيضا أو المستحدثة الجول والدرجة السليزية ما كانت إيه درجة المقوية الجول هو واحدة قياس الشغل خلاص وكمية الحرارة وهو يكافئ كيلو جرام مضروب أم تربيع S أس سالب 2 الجول واخدينه في الفيزياء بالتفصيل وناخده في الباب الرابع بالمناسبة هو والشغل الدرجة السليزية في الترميتاني إن شاء الله في الفيزياء الدرجة السليزية واحدة قياس درجة الحرارة خلاص وهو يكافئ ودرجة الكلفن بتكافئ 273 زائد درجة الحرارة اللي احنا منضيفها على الدرجة السليزية زي اللي تشوف مكتوب 273 زائد 0 سليزية يبقى ده الكلفن طيب لو ضفتي هنا مثلا درجة الحرارة الطبيعية بتاع الإنسان مثلا 37 37 يبقى الدرجة بالكلفن كام 310 يبقى 37 درجة مئوية بالمصري سليزية بتكافئ بره 310 درجة كامل بنضيف عليها 273 يبقى كده ماشيين في الوحدات المستحدثة أو اللي موجودة حاليا طيب طيب أدوات القياس عندي في معامل الكيمياء عندي الميزان الحساس وبنشوفه تختلف الموازنة عن بعضها في الشكل والتصميم ومن أشهرها الميزان ذو الكفة الفوقية وده معظم الناس بتبيع عليه الفراخ بتبيع عليه الخضروات في عندي الميزان الحساس موجود في طابلوك كده وفي إزاز قدامه كده المهم في أشكال مختلفة في المعامل عندنا في السنة نستخدم الميزان الحساس لقياس كتال الموات دي سهله وحدنا من سنة ستة ومن ربع ابتداء نمرة اتنين السحاحة السحاحة شكلها لازم نكون عارفينه السحاحة ده المنظر اللي قدامنا الحامل اللي شايلها ده عشان لها فتحتين الفتحة لناحية الصمام الصمام ده زي المحبس زي الحنفية بنقفله و بنفتحه السحاحة انبوبة زجاجية مفتوحة للطرفين ولها صمام صمام زي المحبس او الايه الحنفية وصفر التدريج من اعلى الصفر بادئ من اعلى اللي بننزله بنبدأ نحسب بنزلنا هنا واحد سنطي هنلاقي ايه بداية واحد سنطي ايه من فوق تستخدم السحاحة في المعايرة معايرة حمض مع قلوي وعطي ملح وماء الكؤوس الزجاجية اواني زجاجية من البايريكس طبعا قوية بتتحمل درجة الحرارة الذي يتحمل الحرارة ولها احجام ايه مختلفة وتستخدم الكؤوس الزجاجية في حفظ المحاليل وقياس حجوم المحاليل يبقى هنكتفل نهاردة ان شاء الله بهذا الجزء على اساس نذاكر الجزء اللي بناخده لان الجزء الفؤاني او استركيش شوية كده وراء وقلم هو سهل جدا علاقات ما بين الكيميا وما بين البيولوجي علاقة الكيميا والفيزياء علاقة الكيميا والطب والصيدلة علاقة الكيميا بالزراعة وعلاقة الكيميا بالمستقبل نفهم ما احنا بنذاكر هتلاقي الامور ايه سهلة بعد كده اتكلمنا عن القياس والقياس اتكلمنا عنه كتعريف واهميته استخدمناه لثلاث استخدامات مع الامثلة بتاعته انظمة القياس النهاردة ووحداته في الكيميا غير الفيزياء الترتيب يعني اللي احنا اخدينه هناك ولكن هو نفس المحتوى الوحدات او ادوات القياس في معمل الكيميا خدنا النهاردة ثلاث حاجات الميزان الحساس السحاحة والنشكل السحاحة مهم لها فتحتين خلاص مفتوحة تطرفين ولها صمام صمام والتدريج بادئ من اعلى نركز انا بكتافل النهاردة بكده ليه لان فيه المصة وفيه حاجات تانية الكواشف طبعا دي ورده مش عاوز اقتر عليكم في الحلقة الاولية بتنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى راجب خبير العلوم ونوصل المعلومات والفيديوهات لزمائلنا وما تنسوش الحصص التأسيسية اللي معمولة ان شاء الله على اساس في الكيميا والفيزياء والاحياء عشان كلنا نستفيد وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته